اشتركوا في القناة في أي قطعة من الأرض تحكمها سلطة مهما كانت عندما تكون الفوضى متفاقمة في هذا المكان فإن كل شيء هو داخل هذه الفقاعة هذه الفوضى وكل شيء غير مضبوط وكل شيء يسير بالاتجاه الغير صحيح هذا واقع الحال في العراق منذ عشرين سنة عندما لا تكون هناك دولة وعصابات تحكمها لا توجد مسؤولية لمن يحكمون عن أمن المواطن وسلامته وحياته وتعليمه وخدماته ونظامه الصحي فبالتالي نصل إلى حالة الأمراض منها جزء منها هي حالة من الفوضى حالة طبيعية من الفوضى الموجودة لأن الدولة غير موجودة ولذي جعلني أتحدث في هذا الموضوع هي إحصائيات تصدر وصدرت أخيرا وهي معروفة لكم أن الأمراض السرطانية في العراق تتفاق بشكل كبير جدا طبعا هذه الأمراض السرطانية موجودة في كل العالم لكن نسبها قليلة كانت وفي العراق كانت لا تذكر يعني قلة التي يصابون بأمراض السرطانية وما عندنا حالة جمعية تشكل حالة واسعة ومخيفة ومؤشرة أبدا لم تكن فيها من الأيام لكن بعد العدوان الأمريكي في الواحد وتسعين واستخدام يعني أسلحة محرمة فسفر أبيض ويورا منظب وما أعرف منه ظهرت هذه ظهرت هذه الأمراض بشكل كبير جدا والبيئة يعني كان يجب يجب أن يبدأ في عمليات تنظيف البيئة إزاحة هذه الملوثات لكن لم يبدأ حصار وانتهى الموضوع ووجد الاحتلال وأكثر من 20 سنة صار أنه تحت هذه الحكومات التي موازناتها سنوية تزيد عن 100 مليار دولار لم لم يجري يعني الاهتمام نهائيا بالبيئة وتنظيفها لكي يقلصون المرض الاهتمام بالمواطن هذا جزء من الفوضى العامة التي فوضة السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحيط بالبلد والتي تأكل البلد جزء من عدها خدمات موجودة والخدمات الصحية جزء من عدها وهذا من عدها أنه البيئة مخربة مدمرة في البصرة الآن أكثر نسبة للأمراض 40% وهذه العصائية الجديدة 40% من سكان البصرة يعانون من السرطانات الآن وهذه البصرة أم الخير أم الناس الطيبة الحلوة الجميلة العراقين الحلوين يتعرضون لهذا مو بس فقط العدوان والأسلحة اللي استخدمت له أيضا هذه الغازات التي باستخراج النفط وهذه التلوث للبيئة الهواء تلوث الهواء بسبب الغازات التي تخرج من آبار النفط وغيرها المصاحبة لحرق الغاز هذه كلها تؤدي للسرطانات الأوساخ وأكوام الزبالة المحيطة بكل المدن وبداخل المدن وحرقها بداخل المدن هذه كلها تؤدي للسرطانات ولأمراض رعاوية وسرطانات كبيرة جدا وذلك تتوسع والمناطق التي الآن تؤشر بأنها بؤر لأمراض السرطانات هي البصرة الفلوجة اللي استخدمت ضدها الموصل اللي استخدموا قالوا حررناها كلها أسلحة محرمة وكلها ولادات مشوهة وصلت الحال في بعض المدن العراقية أن الناس تخاف الزوج بناتها وزوج أولادها لأنه سيخلفون أولاد مشوهين وكلها ولادات مشوهة والحكومة لا هي والذي يفاقم هذا جملة عوامل هم الحكومة تحدث أنه إحنا الآن في وضع بحبوحة وإحنا مدري بنينا ومدري شنو وهذه الأرقام مصحة وهي كذبة كبيرة واقع الحال يؤكد أن المستشفيات أو المراكز التي تعالج مثل هذه هي أجهزة وأدوية شعيحة جدا في علاج السرطانات هناك مركز واحد لطب يعني لطب ومعالجة السرطانات والإشعاعات في بغداد فقط واحد كل المحافظات كل المرضى بهذه الأمراض وهذه الأمراض طبعا السرطانات هذه تختلف يعني هو مصرطان واحد أنواع من السرطانات كلهم يراجعون في هذا المركز طبعا هناك جرعات من أدوية يجب أن يعطوها للمرضى ما يناله المريض بالسرطان في هذا المركز هي نصف الجرعة المخصصة له لأنه ماكو أو أقل من نصفها لذلك لا يمكن أن يشفى الأدوية الخاصة بهذه المرضى المرض وبالأمراض المستعصية غير متوفرة لأنه هي غالية الثمن لأنه بيد مافيات والميليشيات هي المسؤولة عن استيراد الأدوية مثل ما هي يعني تتعامل بالمخدرات تتعامل بالأدوية لأنه هذه تجارة الأدوية مربحة جدا جدا هي وتجارة السلاح وتجارة المخدرات هذه من المربحات وهذه لن تتركها الميليشيات وهي بيد الميليشيات والدولة لا هي لا يوجد دولة طبعا القضية الأخرى التخصيصات المالية لمعالجة التلوث معالجة السرطانات مجيء بالأدوية هذه وتوفيرها بشكل يسير وشكل رخيص وبلاش دولة بلا ثمن لهؤلاء المرضى هذه لا يوجد تخصيصات غير موجودة اقرأوا الموازنة وشوفوا التخصيصات وكم هي التخصيصات ومن يسرق أو لمن تذهب لا موجودة لذلك الأحصاءات تشير إلى أنه مدينة البصرة هذه المدينة الجميلة الرائعة التي اقتصاد العراق كلها شائلتها لأن كلها بارد نفط منها 90% من نفط العراق أكثر من 90% وربما كلها 100% يصدر من البصرة 40% من سكانها يعانوا من أولواء السرطانية تلوث أواء وتربة ومياه واستخراج النفط والغازات المصاحبة كلها بالبصرة طيب كيف يمكن الوثوق بمن يتحدث أنه إحنا دولة إحنا إذا هو كان لا لا يحرص على أمن المواطن لا يحرص على خبزة المواطن لا يحرص على خدمات المواطن لا يحرص على تعليم المواطن لا يحرص على وجود مستشفيات للمواطن لا يحرص على إبعاد المواطن عن كل ما يؤثر على صحته وحياته كيف يمكن الوثوق وكيف يمكن اعتبار هذه دولة إذا كانت لا ترعى كل ذلك ما هو هذا العالم عندما يؤيد نظاماً ويصفه بالشرعية والأمم المتحدة والزخارة ومعرف منه والسفيرة الأمريكية تفتر وراهم الألوان يقول لنا يعني ما شكل الشرعية التي تعطوها لهؤلاء يعني لماذا ما هي المعايير؟ ما هي معايير الشرعية؟ ما أنتم تتحدثون عن حقوق الإنسان وحقوق الحيوان حقوق كل شيء حقوق الطير والمعرف وحتى التراب والمعيشة والأشجار والزرع والنبات تحدثون عنه لكن واقع الحال بتطبيقاته لا يوجد هذا الموضوع فبالتالي هؤلاء يعني أساؤل كل شيء في الحياة أساؤل كل ما يخص ما له صلة بحياة الناس في العراق وأنتم تعتبرونهم سلطة شرعية كيف ذلك؟ هل يقبل هذا؟ هل على الشعب العراقي أن يوافق على شرعية هؤلاء لأنكم قلتم أنهم يعني سلطة شرعية؟ وهم يعبثون بحياتهم وأمنهم بخفزتهم بتعليمهم بحاضرهم ومستقبلهم باستقلال بلدهم وسيادته والسلاح المنفلت والدنيا كلها وتعتبرونهم شرعية وتتعاملون معهم وتجبرون دول العالم على أن تتعامل معهم هل هذا حق؟ هل هذا يقبل؟ هل على الشعب العراقي أن يزكد ويقبل بهذه الأحكام؟ لأن أمريكا أرادت هذا النموذج ويجب أن يبقى هذا النموذج؟ أمريكا واهمة والميليشيات التي تشتم أمريكا الآن واهمة أيضا وهي الحاكمة للعراق لا يمكن لشعب مثل الشعب العراقي خاصة مثل الشعب العراقي أن يقبل بهذا الضيم إذا قبل عشرين سنة لن يقبل بعشرين سنة أخرى أبدا صدقوني السيل قادم سيجرفكم بشكل قوي لا يمكن للباطل أن يستمر الباطل جولاته مهما تعددت لكن ستنتهي والحق هو الحق والشعب صاحب الحق وصاحب السلطة وصاحب القرار النهائي لأنه لن يقبل بالضيم لن يقبل بالمرض لن يقبل باستعباده لن يقبل بسرقته بالفساد بالخراب بالنيل من كرامته واستقلاله وحياته وحاضره ومستقبله وحاضره ومستقبل أطفاله ووطنه وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة